وللمزيد من التفاصيل حول حالة التقص تنضم إلينا الزميلة سالي سالم من هيئة الأرصاد الجوية سالي بعد التحية في ظل هذه الأجواء يعني نريد أن نطمئن ونطمئن أسادة المشاهدين ونطلعهم على آخر المستجدات فيما يتعلق بحالة التقص على مستوى الجمهورية تفضلي نعم تحياتي لك يوسف ولمشاهدين الكرام من داخل هيئة العامة لأرصاد الجوية نتابع آخر مستجدات ما يتعلق بحالة التقص على مستوى الجمهورية في ظل تقلبات سريعة ومفاجئة وحدة على معظم أنحاء البلاد انخفاض كبير في درجات الحرارة تصل إلى سالب ثلاثة في بعض الأنحاء وهي درجة الحرارة الصغرى بالطبع ونشاط كبير للرياح وتساقط للأمطار تتروح وتتفاوت شدتها ما بين محافظة إلى أخرى ولنقف على آخر هذه المستجدات يكون معنا على الهواء مباشرة دكتورة مناور غانم وهي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لأرصاد الجوية أنا برحب بك في البداية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وصلت إلى زروتها اليوم تفاصيل هذه الحالة ونطمئن الجمهور أهلا بحضرتك أستاذ سالي وأهلا بكل أستاذة المشاهدين إحنا بنفعل بنشهد حالة من التقلبات الجوية زروة انخفاضات درجات الحرارة وزروة حالة عدم الاستقرار اللي إحنا بنشهدها السبب الأول في حالة عدم استقرار إن إحنا بنتأثر بوجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط بيتزمن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على حالة التقلبات الجوية يمكن اليوم بيكون أبرد يوم وصلنا له في فصل الشتاء إلى الآن سجلت العظمة على القاهرة الكبرى 11 درجة مقاوية خلال فترة النهار نجن كمان مع نشاط رياحة السنة بيها قال وصل الإحساس بيها لتسع درجات على القاهرة الكبرى خلال ساعة الليل متوقع طبعا يكون درجات الحرارة ما بين الخمس والست درجات على القاهرة الكبرى يعني الطقس بيكون اليوم شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل وده العنصر الأساسي والمهم اليوم في حالة عدم الاستقرار أو حالة التقلبات الجوية الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة طبعا كمان خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بيتكون السقيع على المزروعات فعلى المناطق الموجودة في شمال السعيد أو وسط سيناء بعض المناطق من المدن الجديدة لأن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل لا أقل من 5 درجات أيضا كمان درجات الحرارة على مرتفعات سانت كاترين بتوصل ل3 درجات تحت الصفر فبتتساقط السلوج على مرتفعات سانت كاترين ده كان أول عنصر وأهم عنصر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة تاني عنصر طبعا سقوط الأمطار كلنا شاهدنا في الساعات الماضية تساقط الأمطار وكانت أمطار متفوتة الشدة من منطقة للتانية ممكن نوضحها من خلال صور لأمار السماعية الموضحة أمامكم الآن بتوضح السحب اللي أثرت بسقوط أمطار على سواحلنا الشمالية وبعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تساقط حبات البرد على بعض المناطق من محافظة مطروح بعض المناطق من الأسكندرية البحيرة كفر الشيخ الدقاهلية الأمطار اليوم كانت على يوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية ومصاحبة بحبات البرد أيضاً كمان القاهرة الكبرى شاهدت سقوط أمطار كانت من خفيفة إلى متوسطة متوسطة في بعض المناطق وخفيفة في بعض المناطق كمان محافظات الوجه البحري مدن القناة سيناء أيضا شمال السعيد شهدنا سقوط أمطار خفيفة على اليوم متوقع استمرار فرص الأمطار في الساعات القادمة بنفس الكميات يمكن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى بيكون أقل يعني أمطار خفيفة بإذن الله في الساعات القادمة كمان العنصر الثالث والمهم هو نشاط الرياح احنا الآن بنشهد نشاط الرياح سرعات الرياح ما بين الخمسين والستين كيلو متر في الساعة نشاط قوي للرياح بيزود احساسنا ببرودة الطقس يمكن هو اللي بيزود أحساسنا بشعور ببرودة التقس وانخفاض درجات الحرارة يعني احنا شعرنا بدرجات الحرارة التسعة درجات النهار ده بسبب نشاط الرياح خلال فترة النهار وخلال فترة الليل بيؤدي كمان للتراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ارتفاع الأمواج اليوم على البحر المتوسط ما بين التلاتة ويالخمسة متر غير مؤهل تماماً لأعمال الأنشطة البحرية كمان بحر الأحمر أيضا غير مؤهل لأعمال الأنشطة البحرية لأن ارتفاع الأمواك هيوصل لتلاتة متر لوحة لو تحدثنا عن نهاية هذه الموجة والنصائح التي تقدم لقائد السيارات وبالطبع المواطنين من ارتداء الملابس وغيره هو طبعا إحنا متوقعين اليوم يكون أبرد يوم وسنال وزروة انخفضات درجات الحرارة لكن من غدا إن شاء الله هنبدأ نشهد تحسن في الأحوال الجوية عن اليوم درجات الحرارة تبدأ ترتفع تدريجيا توصل لخمستاشر درجة على القاهرة الكبرى دي لعزمة خلال فترة النهار ما زال خلال فترة الليل درجات الحرارة منخفضة توصل لخمس أو ست درجات على القاهرة الكبرى كميات الأمطار غدا هتبقى قلب كتير من اللي احنا شاهدناه اليوم أمطار متوسطة على سواحنا الشمالية خفيفة متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري كمان نشاط رياحة يعتدل عن اليوم فالحالة الجوية غدا تكون أحسن بكتير من اللي بنشهدها اليوم إن شاء الله مع يوم الجمعة والسبت تبدأ كمان درجات الحرارة ترتفع تدريجيا عشان نحس بتقس بارد خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية هنبدأ نلحظها من غدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية عشان كده هننصح السادة المواطنين طبعا مع زروة انخفاضات درجات الحرارة استمرار ارتداء الملابس الشتوية السقيلة خلال فترة النهار وفترة الليل ونخلي بنا من البرودة القارصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح البكرة شكرا لكم سيد زيمان شكرا جزيلا شكرا لكم يعني كان هذا رصد سريع لما يتعلق بحالة التقس ولو رصدنا رصد سريع لمخارج أسوار هذه الهيئة فحالة من تباطؤ حركة السيارات بالطبع نتيجة لسقوط الأمطار والحذر والحرص من المواطنين ووجود وانتشار مكثف لكسحات المياه في محافظتي القاهرة والجزاء الكلمة تعود إليك يوسف مرة أخرى نعم الزميلة سالي سالم من هيئة الأرصاد الجوية شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة شكرا لكم